يا هيئة النزاهة شركة نفط الوسط بقيادة محور الشر الثلاثي عجبتني هاي مول محور عافية عليكم شباب خوش تكتبون محور الشر الثلاثي قدوري عبد سليم ومحمد عبد خضير مدير مكتب القدوري وسنان عبد الرزاق تقول اني خبيرة قانونية هو وين اكو صنف وين اكو عنوان وظيفي اسمه خبيرة قانونية يعني انت خبيرة بالقانون اكو هيتش صلف اكو هيتش وظيفة المهم تعايا خبيرة بالاسابيع اللي فاتت قدرنا نكشف جزء بسيط من ملفات الفساد بشركة نفط الوسط والخراب اللي صار بهاي الشركة من سنة 2020 الحد الان عفوان وطبعا مستمر البوق والنهب قدوري ومحمد عبد الخضير بمساعدة مديرة القانونية اللي تسمي نفسها الخبيرة القانونية سنان عبد الرزاق اللي اني سألت شك واحد بالدولة قلت لعمي اكو شي اسمه الخبيرة القانونية قالوا وين اكو هي شو مسمى وظيفي هاي بس هاي وحدها هاذ خارق قانوني تمام قالوا عيني قحطان لا تعب نفسك ما كوي شي بطة تلعبش ناوي بس هي مصرة تقول اني الخبيرة القانونية وعيني سنان ترى اني ما ناسيك ولا ناسي الملفات ما لتش وجاه زات والله العظيم وصلني البارحة وجاه زات وكل التفاصيل اللي موجودة ملفات الفساد ومنه اللي سانديج ومنه اللي وراج وهاي الملفات راح تنور عندي راح ترقص تشوبي هنانا تمام طبعا نريد نذكركم انه محمد عبد الخضير اللي هو هذا تمام رجع لنفط الوسط اني مو حجيت عليا وسويت هوسة نقلوه مو شافني سكتت رجعوه يقول اني ما حد يقدرلي بسأله ونعمة بالله اوقف ونعمة بالله تعال 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 انت عبالك اني ما رح اقول للنزاهة وين البيت اللي اشتريته تمام وش قد مساحته وحتى رح اصوره وقد الظلم حتى رقم الدار للنزاهة لو لا تعرفوا بهذا الحجي موظف مدير مكتب بشركة يشتري بيت بهاي تشنه قصر ليش اش قد راتبك زين وانت راجع رصما على الكل مو وتقول اكسر راس كل من حجع علي لك عيني لك صايرين زلم تكسرون روس لح شو ما كسرت راسي يومية جايبك ساحلك هنا بالاستوديو رح اتسويت اشكال والوان شو ما كسرت راسي كل من حاول يشوه سمعتك مو ابو سمعة انا رح اشوف للناس شنو سمعتك والله لو مو دخلت عالم بموضوع بموضوع التعيينات ما لاخوتك علي وقالوا لي هاي سمعة وعراض والله العظيم لا اجيب لك يوم بالصور والله وعاني قدوري ابو لغد تعال حلو المكتبين اللي بالختلة انتم سويهين لمحمد محمد عبد الخضير هذا قدوري ورما رجعوه لمحمد هو رجعه لشركة نفط الوسط السوالة مكتبين بالختلة لمحمد علامود محمد يطبخ ويدزل قدوري جاهز تمام بالشركة ومسويهين ذاك المواصفات اللي تحبها قلبك ما رئيس جمهورية مو مال مدير مكتب مدى افتهم المهم بس كل شي ولا الموقف اللي صار والله عب والله عب من اجوي لجنة مال النزاهة وهزمت يا قدوري هزمت لمحمد من الباب الخلفي مثل الوحدة مثل الواحد اللي مطلع وحده وكبسة مرت عليها من يين تنهزم هاي لما تهدومها وطفرت مو وما اقدر اقول لك شنية هاي الوحدة اللي انت انطلع حول تنهزم تمام بس يكفي اقول انه منطفرته بالسنتافيا زين احنا قلنا وعرفنا انه لجنة النفط والطاقة اللي دزت على قدوري وكل المدراء مال شركة نفط الوسط وسوت استجواب بتاريخ عشرين سبعة ثلاثة وعشرين اثناء الاستجواب قسم من اعضاء اللجنة ما قصروا وطيحوا حظ قدوري وهذا مو كلامي هذا كلام موجود عندي وموثق وحتى بالفيديوهات ومسحوا بي لقاع وشبعور زايل قدام رئيس اللجنة وحسب شهادة واحد من الحضور قال لي عنده قدوري لو عنده ذرة كرامة كان ما بقى دقيقة بالمنصب منين يجبون الكرامة وهم صاروا مليارديرية من ورا هذه المناصب وهو ممصدق قاعد على هيك كرسي ما كان يحلم يفوت من الباب ما تشركة نفط الوسط زين هاي اللجنة شنو جابت قدوري على مو دي رزلون بي لو يريدون شي يسوون لو يريدون يطمطمو له يعني هيئة النزاحة يقولون احنا حققنا وطلع كل شي ما عنده لو شنو احنا نريد من هيئة اللجنة اللي حققت ويا قدوري ويا ام القانونية ويا الكل قدوري اش طلع عنده طلع زين مو زين الحجي والادلة والوثائق اللي احنا قدمناهن واللي نصهم او كلهم انعرضا من خلال اللجنة اذا قدوري بنص الاجتماعي يهدد الموظفين مالته بحيث عالي ينصيف المبتزة تمام تقول له انت ليش يتهدد الموظف الموظف هذي جريمة تقول له وبعدين واحد من اللجنة يقول له جبناك تشتغل مو تستعبد الناس هذا كله داخل للجنة يقول له من هو هذا محمد عبدالغ وشون يخاطب المدراء الأقسام وهذا الحشي كله مسجل عدي وبالذات من قدوري يقول على قاع الأميرات اللي خمطها هو والوزير السابق قابل بس آني هذا قدور دي يحتي قابل بس آني ما أخذ قاع أكو هوايا اسمع يا العراقيين يعني يتباهون قاموا بالبوق قابل بس آني ما أخذ قاع أكو هوايا جهات سياسية ماخذ قيعان ومستوي عليهم زين أنت من تعرف ليش مبلغت الجهات المعنية هسه نريد نشوف التوصيات ما للاستجواب أشو صارت سكتة ماكو لا توصيات ولا شي أنا من هذا المكان أريد أسأل رئيس اللجنة هيبة الحلبوسي شنو اللي صار ويا قدوري ومحمد ويا سنان